السلام عليكم أهلا بكم أعزائي متابع القناة تعليمية مدرسة الشادلي مرحبا بكم من جديد يوم سوف نرى 128 كتاب كتابي في اللغة العربية المستوى الثاني ابتدائي ما نرى اليوم؟ الوضعية التواصلية أنصح أنها وحذره أنصحك تبري في النصيحة الوضعية هذا كتابي لا أفعل هذه لا أفعل هذه لا أريد أن تكون إنسان صالح أريد أن تفعل هذه أنها هي كتابي لا أفعل أنصحك تبري في نصيحة مثلا تقول لك تسمع كلام والديك تتصخر لهم تتحمل الدروس أريد أن تتعلم تلعب في النهار عندك تنزه في الغابة عندك تشعر النار في الغابة عندك تهزل الحجرة وتضربيه مثلا البولاد الشارع أو الشراج من الجرع يعني أنهاءه لا تدير هنا نقوله لا تدير هنا أحد الغابة يعني نبهه من شيء خطأ مثلا لا تقطع الطريقة تشوف لي منه في ليسر مثلا لا تقوم بمجموعة من المخاطر التي تنبهه منها واضح كنا تلاحظوا هذه الصورة هذه الصورة هذه حكاية مشهورة للتعلب والغراب واضح؟ هنا الغراب لم يمسك بشيء بشيء قطعة الجبل وهنا التعلب يتحايل عليه إذاً هنا أخشي شخص الذي يحدر الغراب يقول له هذا التعلب باقي يأخذ لك هذه القطعة الجبل إذاً ما يقدر يقول له هذا التعلب؟ يقدر يقول له يقدر يتفلع عليه يقول له غني الصوت ديالك رهزوين وكتعرفوا بأن الصوت ديال الغراب وصلت خائب بشع هو يقدر يكتب عليه ويقول له يخدعوا بحال قبل القط في الناشد الذي يريد أن يخدع الفقر وقال له أنا أكريم عندك بألف يدين ويخدعوا ويقول له إما غني ما يريد أن يغني يطح له ويأكل هذا هنا يجب أن تنبه لا تثق أبدا بالثعلب إنه ماكر مخادر معروف على التعلب بأنه ماكر ومخادر وعنده دكاء كبير يعني يستغله في صنع الحيال والمكر للحيوانات الأخرى يعني كيفاش أنه يأكل مثلا الغنام الذي يشرد على القطيع وهذه أنه يحتالع لهم تاكي يأكلهم تاكي يفترسهم لأن هنا هذه نفكرنا في حكاية كيفاش أننا نصح الغراب بأنه يأخذ الحذر من التعلب مثلا نقول له انتبه أيها الغراب أو مثلا حذاري أيها الغراب إن الثعلب ماكر جدا لا تثق بكل ما يقول عندك تثق بشي حاجة كي يقول لك أنا غادي تفل لعلك هنا مثلا دوزل هاد المشهدين الموالية شوف هاد الصورتين الصورة الأولى هو طفل يرمي بحجر على أحد أعشاش أما مثلا العصافير أو الطيور في فوق غصن شجرة إنه يحاول أن يهدم هذا العش ويؤذي العصافير الموجودة هنا إن الطفل لا يدركوا ما يفعلوا إذن كي يوجب علينا أن ننصحه لا تؤذي الحيوانات أو لا تؤذي العصافير إن هادو باقد صغار ويجيب لهم ويأكلوا وهو يحاول يخربهم إن الحيوانات تهيارها تستحق الحياة تهيارها فيها روح تهيارها بحالها بحال بنادم تهيارها 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 تتكاترها كتكبر كتموت إذن لا تزعج تهيارها بحالها تزعج الإنسان أيضا هناك اللحظ بأن الطفل يضربوا بحجر على إذن لا يجب علينا أن نؤذي العصافير أو الطيور ولا نخري باعشاشها هنا هاد الطفلة التي تحاول أن تسجين طائرة في قفصه نقول بأنه لا يجب عليك أن تستضعي الطائرة في القفص يجب عليك أن يكون في مكانه الطبيعي يعني في الغابة يعني لماذا كنت سجنه؟ يعني تخيلوا الانتا هو وراك يحس تخيلوا أن الإنسان يدخلوا وسط القفص ويسدوا علينا ويجبوا لنا الماكنة واذا الحياة مريحة في القفص؟ لا أبدا إذن خاصة أطلقوا إذن يجب أن تتركي الطائرة في مكانه الطبيعي يعني في الغابة وأن تتركيه حرا طالقا واضح؟ هنا عندنا أستعمله وأتواصل أتمم وأعبر باستعمال لا حذاري كن إياك إياك يعني عندك حذاري تنرد بالك لا مديرش كن يعني كن مثلا فتن لطيفا كن فتن مؤدبا كن إذن هنا هذه الكلمات عن استعمله فالفراغات التالية لاحظ أبي ضعف كلبي فخاطبني قائلا شي حاجة من هذه الكلمات هذه أن تمنع عنه الأكل أو الشرب لأنه تحت رعايتك إذن إما يمكننا نقول حذاري أن تمنع عنه ويمكننا نقول إياك أن تمنع عنه لا تمنع عنه تحت رعايتك و هنا ممكن أن نقول وإياك أو حذاري وإياك أن تعذبه و مثلا و لا تلحق به أذن يعني ما تقاديعش بل هنا هذه أكيد بل كن به رحيما إذن هتكون في الكلمة اللولة شنا يكون عندنا حذاري حذاري يعني خد حذارك يعني خد حذارك حذاري أن تمنع عنه الأكل أو الشرب لأنه تحت رعايتك و إياك 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 أن تعذبه و ماذا ماذا ولا تلحق به أذن بل كن كن به رحيما يعني رحمه حذاري أن تمنع عنه الأكل أو الشرب يعني مش ينتحطه مثلا عندك مثلا في هذا القفص أضعه عندك وتنساه وتنساه يومين أو ثلث أيام سوف يموت لا لا ستحاسب إذا إذا إما تلقوا لك مهمل وما عندك غراد وتنساه هذا أضعه ورغم ذلك ستلقوا في حقيقة لأن الحرية لا لديها تأمان حسن من الماكلة لماذا مثلا تدع خبز فيه وتعايت شي طائر وتعطيه الخبز لا تريد لماذا لأنك يقول بأن الحر يحسن من الماكلة حي يبقى بالجوع ولا تشده تحبسه إذا لأنه تحتري عائتك أنت اللي يمكلف به وأنت اللي تتقابله وإياك شيء إياك أي عندك وإياك أن تعذبه يعني ترشق لك وتقدر به وإياك وإياك أو مثلا شيء كلمة تريد أن تعلمه أو تقدر به بالعصادة ولا تلحق به أذن يعني 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 كن به رحيما يعني